سفر البنت تروح اسكندرية تروح الصعيد تروح دولة تانية عشان منها دراسية او غيره احنا لما جم قالوا لا تسافر المرأة سفر يوم ولله الا مع ذي محرم خلاص او قالوا مسافة القصر حتى الا مع ذي محرم حد يكون معهم الرجال اعوز ابين امرين الامر الاول هو اننا نخاف على البنت من ناحية الامان فقط فاذا تحقق الامان يبقى خلاص بس المهم يكون في تحقق امان لذاك بيجي في الفقه بقى الرفقة الامنة اللي ممكن تمشي معها ومكنش مكنش زي محرم يكون معها ستات روحين عمره خلاص في امان الحاجة التانية الناس بيطاقسوا بص عشان المنزول اللي بيبصوا للمرأة ان دي يعني ايه دايما منزول لها من الناحية الجنسية فقط لا ده قالوا الرجل يمشي مع المرأة او المحرم يعني حتى زمان بقى اذا قابلها شيء صعب كانوا ماشيين بالهودة كماشيين بالجمل فجيه فحتة دياءة ففيه صخرة كبيرة الستة مش قادرة تنزل تحرك الصخرة قالك المحرم هنا يحرك هذه الصخرة او يساعدها على المأزق الذي وقعت فيه يبقى مش فقط لتأمين يعني حياتها وانما لتأمين زهابها ومجيئها المرأة ان دار الافتاءة المصرية جاتها فتوى زي دي بتقول ترامن البنت في رفقة امنة وانها في البلد هناك الذي ستذهب اليها للدراسة عشان خاطر احنا عاوزين نعلي الناس في الدراسة في العلوم التطبيقية وغيرها نقول قال الصماء امنة على نفسها في السفر وفي الاقامة هناك وتحت بصر في سفارة وفي كل حاجة وبتاعهم تأييد هناك وبيأمنوا لها المكان يبقى يجوز له هذا خاصة اذا كانت مع زميلاتها